بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم البعث واليقين في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إيديكا تاكب إقليم الرحمة التي أتاحت لنا الفرصة لتعليم التلاميذ عن بعد طرسنا اليوم أحبة الكرام يتناول مدخلا من مداخل المنهاج الدراسي الموجه للسنة الأولى باقالوريا مثل السنة أو المستوى التأهيلي التانوي درسنا يتناول مدخل التزكية ويتناول أيضا درسا من دروس القرآن الكريم أو صورة من صور القرآن الكريم وهي صورة يوسف عليه السنم قبل البداية أود في البداية أن أعرفكم بإسمي لإسم الحرشاوي عاطية أستاذ تعليم التانوي التأهيلي بالمديرية الإقليمية مدينة أرحم إذن درسنا موجه للسنة أولى باقالوريا مسلك أداب عصرية ودرسنا يتناول مدخل من مدخل التزكية والمقطع الخامس كما هو مبين أمامكم المقطع الخامس من صورة يوسف عليه السلام من الآية الثامنة والخمسون إلى الآية السادسة والسبعون إذن قبل تناول هذه الآية لابد لنا من تذكير بالمقطع السابق لنربطه بالمقطع اللاحق ضروري من ربط بين المقطع السابق والمقطع اللاحق إذن تطرقنا في الجزء الثالث أو الجزء الرابع عفوا إلى تفسير الرؤية التي استعصت على حاشية الملك مما جعل الساقي استأذي للذهاب ليوسف في السجن ليلتمس منه تأويل الرؤية والتي كانت اختبارا عما سيصيب مصر من القحط أو الجفاف الأمر الذي استدعى العفو عن يوسف مع إتبات براءته وتنصيبه على الخزائن لإنقاذ الناس من المجاعة وقال الملك إيتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إذن فما هي القوانين التي وضعها يوسف عليه السلام لتجاوز هذه المحنة وهل تجاوز الجفاف أرض مصر وما السبيل التي اعتمدها يوسف عليه السلام لإقناع إخوته بمبتغاه وما هو وما الميتاق الذي عقده إخوة يوسف على عاتقهم مع أبيهم وما الحيلة التي ضبرها يوسف لإبقاء أخيه بجانبه وأي شريعة طبقها سيدنا يوسف على الصارق هذه هي بين أيدينا ما يمكن أن نتناول في هذا المقطع الخامس من هذه الصورة إذن بين يدي الآيات الكريمة أول شيء قراءة هذا المقطع الذي بين أيدينا قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجازهم قال إيتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعة في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا لول حافظون قال لا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتنني بي إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من بواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن موذن أيها العير أيها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صموع الملك ولمن جاء به حمل بعير بعير وأنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صارقين قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين قالوا جزاء من وجد في رحله فوجدت جزاؤه كذلك نز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجا من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخ وخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إذن بعد تلاوتنا لهذا المقطع القرآني العظيم من سورة يوسف هذه القراءة يجذر بالتلاميذ أن يقرأوا مثلها وليرتلوا القرآن أحسن الترتيل ويعينهم على فهم السياق القرآني أو القضايا والقيم المطروحة عندنا في هذا المقطع إذن ننتقل بعد قراءتنا لهذا المقطع إلى شرح المفردات القرآنية الواردة في هذا المقطع إذن قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون إذن منكرون أي لما جاء الإخوة لما أرسل يوسف يعقوب عليه السلام الإخوة إلى يوسف عليه السلام دخلوا عليه أنهم دخلوا من أبواب متفرقة ولم يدخلوا من باب واحد هنا لما دخلوا عليه عرفهم أي عرفهم من عددهم ومن شكلهم وهم له منكرون أي جاهلون له جاهلون لحاله لأنهم لا يدرون أهل هو ذلك يوسف ذلك الشاب أو ذلك الطفل الذي رمي في الجب الآن سيصبح عزيز مصر ولما جهزوا بجهازهم المقصود أي أعطاهم ما هم جاءوا من أجله قال إيتوني بأخي لكم في التفاسير هو اسمه بن يمين بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل يعني أوفي الكيل أي المقصود به أنني أزيد في الكيل على القدر الذي جئتم من أجله على القدر الذي جئتم من أجله وأنا خير المنزلين خير المنزلين المقصود به خير المنزلين يعني أنا خير مضياف وخير المكرمين يعني أن يوسف عليه السلام كان يكرم الناس إلى غير ذلك فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون إذن قال لهم إن لم تاتوني بشرطين ينشرط عليهم شرطا إذا أرادوا الكيل مرة أخرى لا بد لهم أن ينفذوا هذا الشرط وهو أن يأتوا بأخيه بن يمين قالوا سنراودوا أي سننزع الموافقة من أبيه لأن المراودة ونزع الموافقة من المخالف سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته أي هؤلاء الخدام الذين يخدمون في القصر وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالم المقصود هنا بالبضاعة يقصد بها المال الذي جاءوا يعطونه ثم يأخذون مقابله الزرع في رحالم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إذا انقلبوا المقصود به رجعوا إلى ديارهم إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم هنا يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا منع منا الكيل أي أننا لا يمكننا أن نأخذ الكيل مرة أخرى إلا أن ترسل معنا أخانا نكتل نكتل أي نأخذ الكيل وإنا له لحافظون إذن هنا المرة الثانية ذكروا أنهم سيحفظون أخاهم رغم أنهم قد أضاعوا الأمانة أو الحفظ الذي ذكره في قصة يوسف أو في الجزء الأول من سورة يوسف قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من أمنتكم أي أخذتم على أنفسكم عهدا من قبل أنكم ستحفظون يوسف ولكنكم قد أضعتموه فكيف سأعطيكم الأمانة على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لاحظوا هنا التوكل واليقين الذي يبينه يعقوب عليه السنمع التوكل على الله عز وجل ولما فتحوا وهم خلال حوارهم ومراودتهم لأبيهم فتحوا المتاع الذي جاءوا به من مصر ذلك الزرع يريد ليبينوه لمن ليعقوب وأهله إلى غير ذلك ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم المقصود هنا بالبضاعة المقصود بها هو ذلك المال بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ما الذي نريده نبغي هنا ما الذي نريده ها هو المال قد رجع إلينا وها هو الزرع قد جئنا به ونمير أهلنا نمير المقصود به أننا سنأتي بالبضاعة من مكان بعيد يقصد به ذلك الواردات عندنا الصادرات والواردات ما نبغي إذا أرسلت معنا أخانا بن يمين يمكن أن نأتي بالكيل مرة أخرى ونأتي بالمال نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى توتوني موتقا موتقا المقصود به هنا عهدا المقصود به هنا عهدا فنمير توتوني موتقا المقصود به هنا عهدا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم يحاط بكم المقصود به يعني أنكم تهلكوا جميعا تموتوا نسمع بخبر أنكم قد متم جميعا إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل يعني أخذوا عهدا على أنفسهم على أنهم سيحفظون بن يمين من الضياء فقال نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة إذن هنا سيدنا يعقوب عليه السلام طلب من الإخوة أن لا يدخلوا من باب واحد ولكن أن يدخلوا من أبواب متفرقة حتى يحفظوا أنفسهم من ماذا من الهلاك وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وهنا نهي لأنه فعل مضارع مسبوق بلا مي أنهي من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ما أغني رغم أنكم ستحتاطون من الهلاك ولكن الأمر كله بيدي ألا يعز وجل إن الحكم إلي لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إذن هنا يتضح لنا بجلاء على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ ويكرم من يكرم أنبياءه فلما جه ولما دخلوا من حيث ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه آوى المقصود به هنا آوى إليه أخاه أي جاء إليه جاء إليه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعس أويت إلى فراشي أي احتضنت فراشي أو جئت إلى فراشي أو ما جاء في ذلك المعنى أنا أخوك فلا تبتعس أي فلا تحزن بما كانوا يعملوا إذن كان اليوسف يعلم على أن الإخوة أيضا كانوا يكيدون لبن يمين فلا تبتعس بما كانوا يعملوا فلما جهزهم أي أعطاهم ماهم بحاجة يعني جعل السقايا والسقايا هو ذلك الكيل الذي يكال به في رحل أخيه ثم الذنم والذن هنا بدأت تلك الحيلة التي أوحى الله بها إلى من إلى يوسف ليبقي من ليبقي بن يمين عنده في رحل أخيه ثم جعل السقايا في رحل أخيه ثم الذنم والذنون أي مؤذنون المقصود به ذلك الرجل الذي موجود في القصر لأن لما غادرت القافلة القصر وغادرت مصر الذنم والذنون أي قفوا ما كانكم لقد ضع منا صاعوا المأدنة المؤدنة أيها والعير العير والمقصود به هنا وهي القافلة إنكم لا سارقون إذن قال لهم أنكم قد سرقتم شيئا ما فقالوا أقبلوا على ما أقبلوا عليهم ماذا تفقدون إذن العير لما أخذت الإخوة عندما غادروا مصر متجهين إلى أهلهم إلى أرض كنعان نادهم منادي من القصر فقال لهم قفوا أما كانكم لقد ضع منا شيء قالوا ماذا نفقد قالوا نفقد صواع الملك صواع المدلك الكيل أو المكيال من ذهب الذي يكيل به الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا أو قال الذي ناد إذا جئتم بذلك الكيل بذلك الصاع سأنا أكون ضاعمنا له ولا يؤدى إلى غيرنا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض قال الإخوة أننا تعلمون أننا جئنا ليس لنفسد في الأرض ولكن جئنا لنأخذ شيء قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحليفة وجزاؤه كذلك نزي الظالمين إذن هنا ليوسف عليه السلام كأنه أراد أن يطبق شريعة يعقوب عليه السلام لما وكانت شريعة هي المعروفة في ذلك الزمان أي أن الصارق إذا وجده سيبقى مسجونا في ذلك البلاد ولا يسلم إلى أهله ولذلك كأنه طبق عليهم شريعة أخيهم أو شريعة يعقوب عليه السلام فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم أي برحالهم قبل وعاء أخيه أي أن بن يمين هو الذي بقيه الأخير يعني بدأ يوسف عليه السلام أجنوده يبحثون في أوعية ورحال الإخوة فبقي وعاء بن يمين أوعيت قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا كلمة كدنا أي أنها حيلة أوحى الله تبارك وتعالى بها لمن ليوسف ليبقي عنده أخيه بن يمين ثم ليبدأ كأنه يعقوب عليه السلام أو يوسف عليه السلام يبدأ بتحقيق تلك الرؤية سيأتي الإخوة وسيستغفرون لأمرهم ثم يأتي بعد ذلك الأب وتتحقق تلك الرؤية إني رأيت 11 كوكبا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علي إذن هذه مجمل المفردات القرآنية عندنا هنا جهزا بجهازهم أو في الكيلة نراود نطلب بإلحاح بضاعتهم دراهمهم أو مالهم رحالهم أو عيتهم نمير نجلب الأهن الطعام موتقا عهدا يحاطى بكم تهلكوا لا تبتأس لا تحزن السقايا إناء من ذهب الذنم والذن نادى منادن العير صواع الملك إلى غير ذلك دين الملك قانون الملك كدنا ليوسف علمناه قضية الإحتيال إذن عموما المعنى الإجمالي لهذا الشطر القرآني الذي بين أيدينا بعد قراءته واستخلاص مفرداته القرآنية وشرحناه شرحا يستخلص من هذا الجزء المنحة الإلهية لنبيه هناك منحة ربانية بعدما مكنه الله تبارك وتعالى من مصر وهذه المنحة أنه أصبح أمينا على خزائن الأرض وأصبح هو المدبر لتلك الخزائن إحسان يبدأ طور جديد في الكدح لإنقاذ مصر والشعوب المجاورة يدي الشعوب المجاورة دليل على أن الإخوة جاءوا من أرض كنعان جاءوا مباشرة إلى أرض مصر كدح لإنقاذ مصر والشعوب المجاورة فداع صيته لعدالته وأمانته وحسن تسييره أن هناك ملك عظيم هو الذي يوفي الكيلة للناس ويعطيهم ما هم فيه هاجة إليه ويكرمهم ويحسن ضيافتهم وعليه هي صفات الأنبياء عليهم السلام حسن تسييره وتدبيره المحكم في التنظيم وتوزيع المؤن لأن الله عز وجل قال على لسان يوسف جعني على خزائن حفيد عليم أن يوسف عليه السلام امتلك الأمانة وامتلك العلم في حسن تدبير تلك الأزمة مما جعل إخوته يلجأون إليه لطلب المعونة وهم له منكرون أي لم يكن عارفين لحقيقته الأمر الذي دفعه إلى إغرائهم إغرائهم أي أنهم زاد لهم من الكيل ورد إليهم أموالهم ليجعلهم مرة أخرى يعودون ولكن لينفذوا ذلك الشرط الأساسي عند يوسف ألا وهو المجيء بنيمين وبالتالي إدعان سيدنا يعقوب لرغبة نبيه بنيه لحكمة مما أو عفوا الأمر الذي دفعوا إلى إغرائهم والتفاوض معهم من أجل إحضار أخيه من أمه وبالتالي إدعان سيدنا يعقوب لرغبة بنيه لحكمة مما علمه الله لا لغرته وحتى لهم بالتوكل على الله عز وجل إذا لاحظا هذه جملة من القيم الأساسية التي يمكننا نفهمها وهنا هناك توقل على الله عز وجل وهناك ما يصطلح عليه بقضية اتصاف يوسف عليه السلام بحسن تسيير وبحسن التدبير حسن التسيير والتدبير المحكام إلى غير ذلك هناك تمكين في الأرض إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ذكرت في هذا الشطري العظيم هذا الأمر يحيلنا مباشرة إلى المعاني الجزئية فالمقطع الأول من الآية 58 إلى 63 قدوم إخوة يوسف لمصر طلبا للطعام والشراط يوسف إحضار أخيهم الأصغر إن أرادوا الطعام مرة أخرى المقطع الثاني من الآية 64 إلى الآية 68 إلحاح الإخوة على أبيهم استحاب أخيهم الأصغر إلى مصر والشراط يعقوب أن يعطوا عهدا مؤتقا بحفظه أي يحفظون ليوصيهم بأن لا يدخلوا مصر من باب واحد خوفا عليهم من الحسد لما كانوا عليه من جمال وهيبة وفي المقطع الثالث وهو من الآية 69 إلى الآية 76 وهو حرص يوسف على إبقاء أخيه الأصغر بتدبيره لقضية الحيلة هذا التدبير لهذه الحيلة وهو أنه جعل الصع في رحل أخيه ثم أدن مؤدن أيها والعير إنكم لسارقون فبعد ما فتش تلك رحال الإخوة بقي رحال أخيه بن يمين ليكتشف وليستخرج ذلك المكيال أو ذلك الصع والغرض من ذلك تثبيق شريعة يعقوب وإبقاء بن يمين عنده ولكن الغرض الأساسي من مدخل التزكية ومن دراستنا لصورة يوسف بعد حفظها عن دهر قلب يمكن أن نستفيدها من هذا المقطع القرآني فأول شيء يجب علينا الحرص عليه ووجوب العفو عند المقدرة فيوسف عليه السلام لم ينتقم من إخوته بل اتصف بالعفو والتسامح والإكرام فلما دخلوا عليهم إكرام ونخير المنزلين إلى غير ذلك إكرام نزول الضيف وهذا من الأمور الأساسية التي يجب علينا جميعا ونحن كمسلمين أن نتصف بها وهو إكرام الضيوف قضاء حاجة المحتاج تولوا أساء الإنسان إلى إنسان آخر يجب أن نقضي حاجته ولا ننتقم منه جواز استعمال الحيلة للوصول إلى المطلوب إذا كان مشروعا هذه الحيلة التي يجب أن تكون حيلة مشروعة ولذلك الغرض هو ليس تعذيب بن يمين أو تعذيب الإخوة ولكن الغرض حتى تتحقق تلك الرؤية إني رأيت 11 كوكبا فتسامح الإخوة فيما بينهم أمام يوسف ويطلبون العفو قال لا تتريب عليكم اليوم ثم تحقيق نهاية الرؤية حرص الآباء على الأبناء وهذا والذي ظهر عندنا حرص الآباء على الأبناء قال يا أبونا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة حرص الآباء على الأبناء وحسن رعاية متقديم النصح لهم لاحظوا أن يعقوب عليه السلام رغم ما فعله الإخوة به وما فعله بيوسف عليه السلام من كيد ومن كذب إلى غير ذلك ولكن هناك كان حرصا فالآية تشير لنا إلى وجوب حسن رعاية الآباء لأبناء ودى يدخلوا بالتفصيل في درس رعاية حسن رعاية حقوق الطفل يرفع الله من يشاء من عباد درجات في العلم الله عز وجل رفع من يشاء رفع من قيمة يوسف رفع من قيمة يعقوب عليه السلام وجوب الاحتراز توقيا من العين وهذا هو الذي لا تدخلوا من باب واحد خلوا من باب متفرقة متفرقة أجمع العلماء على أن الآية تشير إلى وجوب أن يحفظ الإنسان نفسه من العين دون الإيمان بأنه سيغني عن قدر الرل ورأي احترز من هذا الأمر وحافظت نفسك منه لكن الأمر يبقى كله بيد الله عز وجل ولذلك حسن التوكل حسن التوكل وحسن اليقين هذه من القيم التي يجب أن نزكي أنفسنا بها التفوذ لأمر الخالق ومراعاة الأخذ بالأسباب المعتبرة في هذا العالم ولو أخذت كما قلنا بالأسباب ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بالحيطة وأن يأخذ بالأسباب ولكن يحسن التوكل على الله عز وجل الحضر لا ينجي من القدر وهذه من الأمور الأساسية ندفع القدر بقدر ندفع قدرا بقدر وهذا هو الأساس ندفع الكسلة بالجد ندفع الجوع بالشبع إلى غير ذلك التصديق بما بمنحة المنا بعد المحان كل محنتين لإلا ومن ورائها منة ربانية منة ربانية والعزة بعد الدل والغنى بعد الفقر هذا هو الذي نريد أن نشير إليه وهو أن الله سبحانه وتعالى ابتلى يوسف عليه السلام وابتلى يعقوب عليه السلام ولكن كل هذه المحن وكل هذه الفتن الغرض منها هو تزكية النفوس وتطهيرها قال الله وحسن التدبير لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام وحسن الإختبار تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل فهذه المحن وهذه الفتن التي مرت على يوسف ومرت على من على يعقوب عليه السلام الغرض منه وذلك الإختبار وتحقيق تلك الأمانة وفهمها على أحسن ما يرام هذا هو الذي يمكن أن نفهمه من هذا المقطع لأنه مقطع عظيم جدا ومن غرض منه تزكية نفوسنا وتطهيرها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم أيها التلاميذ الكرام وينفع بكم وينفعنا بكم ونقدم الشكر الجزيل الكبير لأستاذنا السيم مصطفى المهدف رئيس جمعية إذا كنتك بإقليم أرحمنا الذي أتاح لنا الفرصة للتواصل عن بعد مع تلامتتنا في المملكة المغربية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين